بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوات جيدة مشوات أم شمس نتمنى تكونوا في أحسن حال كما قد تشاهدوا فيديو اليوم ومن شاء الله سنحضر معكم الشناك ولكن بطريقة احترافية ما بقيش غديجيك هذا الشناك لمقطن أو لبحل بريوش أبدا غديجيك الشناك لمورق ومقرمش والديد صراحة بزف يعني تماما الشناك دي المخابز أو الشناك المحترفين فبقي معي الأخير لفيديو باش تشوفي جميع التفاصيل وقيديهم عندك أكيد باش تجربي هاد الشناك هاد اللي هادي نعملوه به هاد طريقة ما تبخلوش علي بتجاعتكم ونمرو للوصفة ففي إناء كناخد 500 جرام ديال الطاحين أبيض خاص بالحلويات كنضيف عليه هنا 50 جرام دي السكر حبيبات أو لسانيضة عندي كذلك واحد الخاميرة ديال الحلويات 8 جرام اللي ممكن تعوضها بنصف ملعقة من المحسن كذلك غدي نضيف معلقة كبيرة من خميرة الخبز هاد المعجونة وكنضيف كذلك واحد نصف كأس ديال زيت النباتي لكي عادل 80 جرام شوية تلمح الحمطة بعيد الحال وكنجمعوا هاد الخليط بالماء هنا بالنسبة للماء إلا كالجو بارد بزا فكتديروا شوية الماء غير فاتر ماشي دافي كالجو سخون من الأحسن تعملوه بارد فهنا باش ما كما كان بنقول لكم دائما باش ما تعدوكمش لعجينة ديال هاد ليشنك أو لكروسة سوف هنا كما اشتوا معي كم دا نضيف في الماء في الأول كان نخلط هادو كل عناصر كاملة باش كيدوبوا ليه في الماء وما يبقاش حبيبات السكر عاد كم دا نكملوه كم دا نضيفوه في الماء بالنسبة للماء راكا تاخد معنا العجينة يعني بالعبار للكاس دير 200 ميلي يعني الكبير كان تاخد معنا كاس حتى الكأس واروه على حساب نوعية ديال الطحين العجين عندنا خصو يكون مشي قاصح يعني ضروري يكون هكا في شوية يطري وكان نجمعوه على هاتشكل ما كان دلكمه ما تشي حاجة كان نعمل ونيت في الإناء وكان نخطي عليه وكان خليه يرتاح ما يخمرش كان خليه يرتاح باش نورقوه باية طريقة وما يعدبناش بالنسبة لخاء العفوان للزبدة هادي نحتاج من 125 جرام ديال الزبدة حتى 130 أنا استعملت هنا 130 جرام ديال الزبدة لي كتكون زبدة سطورة وتكون نوعية مزيانة باش ما كتكونش فيها ريحة وكان تعطيكم نتيجة زوينة كان ناخدو العجينة ديالنا كان نرشو شوية الطحين وكان نورقوها بالمدلك على هاد الشكل وفي هاد المرحلة ورقوها مزيان مزيان يعني ما تخليوهاش ما تخليوش العجين ديركم غليط كيف ما غا تشوفوا معي اليوم غا نعطيكم طريقة دير طورق للكروسة وكذلك الشنك او للعجين ديال العجين ديال لابتيبان وقع المسائل هاكا هادي نعطيكم هاد طريقة اللي ساهلة بزاف وكتعطيتو ريق زوين بلاقيس فهنا من بعد ما كان بداها كتشوفوا معي كان نورق وكان نضغط بصبوع ديالي لابتيباني العجين باقي غليط كان نزيد نورق وكان اعطيلي العجين اما شكل مربع او لمستاطيل اللي حبيتو كيما لاحظو معي را 500 جرام ديال الطحين ما عملنا شבע كيمية كبيرة ديال الظبدة يعني م 있습니다 ramè شي شي حاجه كبير ك gesehen الزبدة كيفية كيفية وما كيفية انها في هالزبدة سافي هنا كما اشتروا معايا كنبقى كنحكى ذيك الزبدة هكا على العجين كامله وكنحاول ما نوصلش الاطراف ديال العجينة ماش ما تعد بكمش هكا فاشتبيو الطوية من بعد ما كان نحتاج نعمل في الحكاكة لا تحايل لا نشلت اشي حاجة مباشرة كناخد العجين ديالي كنمضان طويه من الطرف على هاتي الشكل ونعود نكمل الطوية هكا حتى كنطويه الى اخر المربع او المستطيل كما اشتوا معي طريقة ساهلة بزاف ويعني مختصرة الى الوقت والى الجهد كنجمع الاخر طرف وكنحاول نضغط عليه بزيان باش ما تيتحلش لينا عاد مباشرة كنفتح العجينة ديالنك تاني بالمدلك فغتشوفوا معايا الطريق في الاخر اللي كتعطينا هات الطريقة بحل اللي عملنا لها ثلاثة ديالليتور او الاخمسة بطريقة اللي يعني كنقولو تقليدية كناخد العجينة كنبدو نورقها هكا بالطول في الاول واكيد كنعطاها شوية ديال العرض بحل هكا وما تخافوش هنا من العجينة يعني يخدمو بها بكل اريحية الحاجة الوحيدة اللي غنوصيكم عليها باش عطيكم نتيجة رائعة فما تخليوش العجينة ديالكم تخمر باش هكا فجل دو تورقوها ما كيكونش فيها كان الاخر بلات كتكولي فيها بحل ماشي مكتباليك العجينة ماشي متجانسة تفينيكي ما كتلاحظو معايا بعد ما كاكا كان نعني كنحاول انني نورقها بزيان وكان بداها كالبلاصة اللي ورقتها كنطوي كيف ما كتلاحظو معايا انتمو باش ما يعطينيش هدك يعني ما نحاول انني نورق نطوي ونمشي الجهة الخورة ونطوي ومشي الجهة الخورة حتى كان نورقها كلها بزيان تنتأكد ان تكزدها كلها دازد في العجينة ديالنا كاملة فهذا المرحلة هاتي انتمو رطعتكم واحد العجينة طويل يعني في الطول دياله طويل ولكن العرض غير شوية على هاتي الشكل هذا فهنا كما كتلاحظو معايا مباشرة كناخد العجينة ديالي كنطويها من الطرفين على هاتي الشكل هذا انتمو وكننعود انطوي الطرف وانطوي عليه الطرف وانطوي عليه الطرف الاخر هذا الشكل طريقها بسيطة وسهلة جدا وكي قلت لكم مختصرة للوقت وللجهد هنا إلا كنتي مبتديئة وخفتي ان العجينة ديالك تعدبك فما كين باس انك تغطيها و تخليها واحد جو حتى لا تدقاي ترتاح لانه إلا مولفاش كتورقي العجينة رغمو كنفاش تغطي عليها بالمدل يعني تقطع لك او لا تخرج لك الزيضاء كنتي مولفا كتورقي العجينة فكتخضيها مباشرة على هاد الشكل وكتبديت ورقها غيب شوية بشوية على هاد الشكل انا هنا غانا نقطع معكم باش تشوفوا التوراق اللي كتعطينا هاد الطريقة هادي كيعطينا توراق رائع بزاف وسهل وسريع هنا كما قلت لكم ممكن تخدموا بالعجينة كاملة كيف ممكن انكم يعني تحتفظوا بكمية من العجينة او لنصف العجينة في المجمد وتخدموا بالنصف الاخر انا هنا غدي نستعمل كيمية كاملة ديال العجين غدي ناخد النصف الاول ونصف الثانية انا غطيته واذا كان الجوس يعني جوس خون اغطي ودير وعمله في التلاجة على ما تخدموا هذا سوف نورق هنا مزيان يعني يورقوا هاو الاطراف ديال العجينة نورقهم مزيان يعني ما نخليهم مش هكاك اغلاد وعجينة كثيرة باش فاش كلفوا الليش ناك ديالنا ما كيبانش فيهم هذا الطرف الاخراني مع ججر بالنسبة الكريمة فانا هنا اعملت الكريمة تماما اللي كيعملوا ولي كيبغيوا يعني الناس كاملين عادية فيها غير الكريم باتيسيا بودل مع سكار يعني ثلاثة المعالق ثلاثة المعالق ثلاثة المعالق انا استعملت غير الماء يعني درت جوج كيسان ديال الماء درت معهم جوج معالق ديال الكريم باتيسيا و جوج معالق ديال السكار صفي و اه خلط كل شي وعملته فوق نار مهيلة مع التحريك مستمر حتى عقادت تبادي سيعطلوا لذلك ثم تبادي كريمة والثلاثة المتبخ مع المستمر ممكن تعملوا الزبيب ممكن تعملوا الفوكيل مع السلام الملونة كي يبقى لكم الاختياء بعد ما كان عمل هذه الأشياء هذي نحاول نرولي هذك البودان ديالي على هذي الشكل وكي ما اشتو معي رامني ما خدمتش بالطول خدمت بالعرض كان اخذ الطرف العجيل الاخراني نحاول نورقه مزيان بصباحي وكان نجمعه هكا باش ميتش تحش لنا في الفران وما كان احتاجوش ان نفرش نبدو نقطعه نبدو هكا نعملوه من التحت كان نجيب هنا غيس كين ماضي يعني هالطريقة راك اتعطيك يعني لما خمرتش العجينة يعني كتخدمي بها كيف بغيتي غيس كين ماضي كان بدان نزل نزله واحده على العجين ونحط كنت اكيد مبتدي اعملي الخيط الطريقة اللي كان اعمل معكم دائما هي انك تبديت تقطعي بالخيط باش هكا ما يعدكش سافية هادو هما ليشنك دياونا هنصطفوهم في صافيحة ديا الفرن وكان خليوهم يختامروا يعني اضعف الحجم ديا لهم اضعوا مكان دافي هكا حتى كي يضعف الحجم ديا لهم عاد من بعد كان دهنوهم هنا راه هم اختامروا يعني اضعطوهم هكا في بلاسة دافية كنجيبوا البيض هنا عندي بيضة مع معلقة ديا الحليب او لمعلقة الكريمة اللي كان متوفر عندكم باش كيعطينا لون زوين كنضيف على ذا كل البد واحد شوية ديال ديال فانيلا يعني سكر معطر بالفاني او لا عسل كيعطي واحد اللون زوين بزاف هكا اللي شنك كندهن هادو كلي شنك ديالنا كاملين وهدي نسخنوا الفرن ديالنا كنجهدوهم زيان وكنخليو يسخن جيدا عاد كندخلو شنك ديالنا انا غادي نطيبو ماء فرن ديال الغاز يعني ممكن انكم تطيبوهم فرن ديال الكهرباء انكم تدخلو الفرن على ميتين درجة كندخلوهم يكون شاعل من الفوق والتحت دخلوهم واحد جوش دقايق حتى كينتفخوا عاد ديك ساعة كنتنقصوا المية وثمانين وكتخليوهم يتحمروا على خطرهم هدي ندخلو ماء هنا الفرن ديال الغاز وغادي نخليوهم على عافية مجهدا مدة جوش دقايق عاد كننقصوا عليهم وكنخليوهم يتحمروا من الجوانب ومن التحت عاد كندزلوهم نحمرهم من الفوق شوفوا الشكل ديالهم كيكي يجي مورقين رائعين يعني كما قلتلكم هدي راها طريقة احترافية كيعملوها المخابيز كيعطوهم هكا ديشنك اللي كيكونوا معلكين من على بره وبنان وخما فيهمش في الكريمة الحليب ولا في العجين وكيجيو خفافين بلا قيز هنا كندهنهم مباشرة بشوية ديالنابج باش كيعطينا ديك اللمعة اللي كنعرفو على الشنيك وممكن انكم تزينوهم اما بلوز اي فيلي او لا باش ما بغيتو كما قلتلكم انا غادي نزينوهم وغادي نعملهم طريقة تقيدية حني كيكي نشوفوهم هادي نعمل شوية ديالكوكا وهكا فوق منهم اللي محمر ومهرمش على الشكل كيما تشوفو معي وكان قدموهم را كيجيو ولا اروع كي اعطيت بارك الله كيميالية كبيرة ورشتوها معي في اليو ديالا فيديو والعجين را شي حاجة اللي بسيطة وحاولت اني طريقة تكون مختصرة وكذلك اقتصار ديالا باش كحت انتو ما تفرحو ليداتكم وعائدكم شوفو معي الشكل ديالو يعني هو دي يتكلم على نفسه واخد هنا دهنها بالبيض من الفوق يعني ذاك التوراك كله كيبان يعني والعجين ما قد دعم ناتش حاجة من لوحة الاخر مورق وزبين هنا غدا الرشكي مكتلكم شوية ديال داك كوكو ورع ممكن انكم اللي ما بغاش هكا يعمل كرم باتيسيار من الداخل ممكن انكم ادهنوه هب بالمربا تا هو كيجي صراحة زوين ولي ما كيبغيش حتى المربا ولا هد شي كامل رع ممكن انكم ادهنوه غيب الزبدة باش كيبان داك رو داك الرولي ديالو وفاش كيطيب كيبان هكا حتى المن باعت وكي تعملوا فيه اللي بغيته فكنتمنى ان شاء الله لفيديو تليوم تعجبكم جربوا هاد ليشنيك هادو وردتو لي كيف جاكم اي تساؤل وما تنسو لي اكيد من تشجاعتكم كانت ساكم دائما في التعاليق ما بقليلا نقول لكم كانت معكم ام شام فما توفيقيا الى بالله عليه توكات واللهي اونيب اشتركوا في القناة